اهلا بكم في حلقة جديدة من حكومة الضل احتجت نقابة أصحاب المخابز مؤخرا ورفعت الأصوات مطالبة بدعم أصحاب المخابز واقترحت تخفيض قيمة طن الطحين عشرين دينارا غير أن هذه المطالبة تنتظر الآن قرارا من الحكومة لم يصدر بعد مئتان وعشرة دنانير هو سعر طن الطحين الموحد الذي يباع للمخابز الآن بينما كان يباع للمخابز في السابق أي في وقت دعم الحكومة للخبز بنحو ستين دينارا لكن هل المطالبات التي تبنتها نقابة أصحاب المخابز محقة هل تعرضت المخابز لخسائر كبيرة جراء قرار رفع الدعم عن الخبز كم عدد المخابز التي أغلقت جراء هذا القرار وهل يعود سبب الإغلاق لضعف الإنتاج أما أن هذه المخابز كانت تعتمد أصلا على بيع الطحين لماذا تخلت الحكومة عن دعم الخبز وما خطط وزارة الصناعة والتجارة لهذا القطاع وما هي إجراءات الوزارة للحد من هدر الخبز وما مدى تضرر المواطن من قرار رفع الدعم عن الخبز وهل سترفع الوزارة أسعار الخبز نتيجة الارتفاع العالمي لأسعار القمح هذه الأسئلة وغيرها ستكون محور النقاش والحوار اليوم بين الحكومة وظلها بين أمين عام وزارة الصناعة والتجارة السيد يوسف الشمالي عن الجانب الحكومي وعن الجانب الآخر نقيب أصحاب المخابز السيد عبدالإله الحماوي مشاهدين توضحوا تقديرات نقابة أصحاب المخابز أن مبيعات المخابز انخفضت وبقدر متفاوت بعد رفع الدعم عن الخبز تتراوح نسبة الانخفاض بين 30 إلى 50% في مختلف أنحاء المملكة وتشير التقديرات النقابية كذلك إلى أن نحو 300 إلى 400 مخبز معروض للبيع الآن كما تشير الإحصاءات الرسمية إلى وجود نحو 2200 مخبز في المملكة منها آلي ومنها الحجرية فيما تقدم الحكومة دعما نقديا للمخابز الحجرية بواقع 120 دينارا شهريا مشاهدين نبدأ النقاش والبداية من عند نقيب أصحاب المخابز السيد عبدالإله الحموي سيد عبدالإلهي بالبداية هناك في خسائر وفي مشاكل ما هي مشاكلكم سيدي شكرا لك الحقيقة نحن مثل ما تقرير عندك أنه لما كان الطحين المدعوم و60 دينار الطون ونما الحكومة فكرت في تغيير آلية الدعم وهو كان تفكير صائب بإيامها باحتبار أنه الدعم بروح لغير مستحقي من غير الأردنيين المقيمين في البلد وفيه هدر كمان في بعض الأحيان من بعض الفئات فبالتالي بدأت نفاوضات مع الوزارة وعلى أنه تغيير هذا الدعم بدنا نعمل شوط طريقة اللي يتعاوض المخابز أو بدل كلفة المخابز نحن الحقيقة يعني كلفتنا للمخابز كانت من 98 وبالتالي حسبنا الكلفة اللي كنا نحن دائما حتى بخلال الدعم نطالب بتعديل الكلفة كنا نطالب بتعديل الربح إلا أنه مدام الآن صار متغير وصار تحرير يعني بدنا نعتبره فأجب أن المخابز عاد تقدر بالتغيير تقدر تستمر وهذا الحقيق يخلانا نحن هدمنا لوزار الصناع والتجارة مطالبنا وطفل الأميكا موجود 146 دينار ونصف فرق للكلفة بكون الفرق في حالة ما بتصير أي تغيير حتى المخابز تقدر تستمر وتقدر تعيش حياة كريمة 146 دينار نتيجة المفاوضات اللي قبل تغيير آلية الدعم الوزارة أعطتنا 30 دينار فرق وقال نحن بعد شهرين من قيم الحديث أنه بعد شهرين من قيم وهذا الحكي أدى لأتهام النقابة أنه كانت منصف للمخابز وكانت متأامرة وكانت تحملنا والأثاث أنه بعد شهرين بيّن وهذا الحكي مرأو الشهرين يعني من قبلكم ما كان في أي تقصير ما كنا يعني نحن عملنا جهدنا كنقابة وما توقعنا أحكي لك يا كان متوقع التخفيض أنه قلنا فرق انخفاض قال نحن ما نقيم بعد شهرين هلأ ما منقدر نحكم الناس باتبطل تأكل الخبز الناس يعني وبأمانه كان كل تفكيرنا بالتخفيض أنه يمكن يكون من 10 إلى 15% أنه قلنا تجري بأبان حكومة عبدالكريم الكباريتي لما رفعوا الخبز وكان انخفاض بحدود 10 إلى 15% وأخذنا بدع الفرق وأما المرة ما أخذنا بدع الفرق أخذنا فرق كلفة وإنما أدمينا على كلفة هلأ الآن ناقص 16 دينار ونصف الآن لما صارت متغير ونحن بأمانة تعرضنا لكتير يعني كان مقابل من أصحاب المخابز يعني حقهم أولك يعني وأنا فصرنا نطالب دائما في أنه يجب أن نعيد النظر يعني يعني قرآن هي يعني ثبت اللي صار في وضع خطير على قطاع المخابز وأنا بأمانة بحكي أنه قطاع المخابز يعني قطاع حيوي هام بالنسبة للأردن وقطاع متطور وقطاع مذهل العالم باللي بيشتغله وماشيين بطريقة سريعة بوطيرة سريعة بس سيد عبدالله هو شو المطلب اللي عندكم يعني أنتم ما مطلبكم على المطلب اللي عندنا نحن بعد ما خلصت السنة اللي كتم الاتفاق عليها واتحملنا هذه السنة الآن صار تغيير جديد يكون تغيير بكل كون الاتفاق أو كون إنه لواحد ثلاثين واثناش الآن المطلب اللي عندنا أصحابي المخابز عم بطلبوا بأكتر من هذا الحكي بأمانة بطلبوا أربعين دينار وخمسين دينار التخفيض ونحن نطلق المبدأ أن أردت أن تطاع فأطلب المستطاع نعم فنحن طلبنا من الوزارة نعم نعم 20 دينار يتخفض صعر الطحين وطبقى الامتيازات اللي أخدناها خلال الفترة حتى نقدر نعد المرحلة الامتيازات تخفيض تصريح العمل و120 دينار مخابز الحجرية ويقاف فتح مخابز ماشي المرحلة هاي حتى نقيم مرة تانية نعم الآن كون إنه كانت الموازنة ما زالت في الحكومة في مجلس النواب نعم وصلت الفكرة نعم وصلت الفكرة سيد عبدالله ما عطتنا نعم أنتقل إلى سيد أمين عام وزارة الصناعة وتجارة سيد يوسف الشمال يعني استماعت إلى مطالب أصحاء نقيب أصحاب المخابز هل نظرتم في هذه المطالب وما هي ردكم على هذه المطالب بداية المساء الخير إليك أخي حسين وللإخواء المشاهدين قبل الرد على نقيب المخابز يعني بحب أني أضع جملة من الحقاق لأنه حتى ما ورد في التقرير أو الحديث اللي تم بداية الحكومة لم تتخلى ولن تتخلى عن دعم الخبز نعم ما قامت به الحكومة في مطلع العام 2018 قامت بتغيير آلية الدعم سابقا الحكومة كانت تقوم بدعم السلعة دعم السلعة بأي اقتصاد هذا يشكل سوق موازي ويؤدي إلى وجود سوء استغلال وهدر ما قامت به الحكومة من تاريخ 1-2-2018 غيرت آلية الدعم المتبعة من قبل الحكومات السابقة بمعنى أصبح الدعم يوجه لمستحقين مين مستحق الدعم هو المواطن الأردن الجميع يعلم أنه يعيش على أرض المملكة الأردنية الهاشمية أكثر من 30% من سكانها غير أردنية الأمر الثاني كان هناك حوالي 20% سوء استغلال وهدر في استخدام الطحين الموحد لأنه موجود سعر مدعوم لهذه السلعة وبالتالي يوجد سعر سعر سوق سوداء وسعر نعم بس سيد دي يوسك أين كان سوء الاستغلال؟ سوء الاستغلال من جنبي الجانب الأول كان سوء باستغلال لأنه أنت لما كنت تبيع طون الطحين الموحد في بعض الأشهر وصل سعره إلى 50 و 48 دينار لأنه هذا مدعوم كان في بعض النفوس السيئة للأسف بداية المخابز الموجودة نعتز ونفتخر بوجودها لأنها تقوم بواجب ودور وطني داخل السوق الأردني بتأمين رغيف الخبز المواطن لكن هناك جهات القليلة كانت تستغل هذا الشيء بشكل سيء تأخذ مخصصاتها من الطحين قد تخبز جزء بسيط منه وتتصرف الجزء الآخر الجانب الآخر هناك أصناف أخرى غير مدعومة كخبز الحمام والكعك كان بعض المخابز تستغل هذا الشيء في استخدامه الأمر الثالث كان هناك يعني فرض في استخدام الخبز لأنه يعني الخبز بالكامل كان مدعوم والطحين كان مدعوم وبالتالي كان فيه سوء تنظيم لعملية الشراء كنا نرى بكافة محافظات المملكة الخبز الفائض يرمى في الحاويات وللأسف الشديد نحن البلد الوحيد اللي كنا على مستوى العالم تجد أن هناك خبز يرمى في الحاويات وأصبح هناك حاويات مخصصة داخل العاصمة ومحافظات المملكة لرمي الخبز الفائض الأمر الثاني أيضا نحن البلد الوحيد كنا سابقا من يقوم بإطعام المواشي والحلال الخبز اليابس لو ما كان هناك هدر وفائض ما كان يتم هذا الشيء نعم وصلا على مطالب المخابز في ألوردان حتى نرجع بالتاريخ للخلب زي ما ذكر أخي أبو خالد جلسنا عدة جلسات مع النقابة حتى نصل لشيء يعني يرضي نقابة أصحاب المخابز ويرضوا العاملين في هذا القطاع بسبب تغيير آلية الدعم قامت الحكومة بذلك الوقت بتقديم مبلغ 32 دينار لكافة أصناف المخابز وبالذات المخابز الآلية أما المخابز الحجرية والمخابز النصف آلية لأنها تقوم بإنتاج صنف واحد فقط قامت بتقديم دعم كما ذكرتم في بداية التقرير أربع دنانير يوميا بمعدل 120 دينار شهريا بغض النظر عن سحباته سابقا كنا نلزم من يسحب الطون الآن بغض النظر عن الكمية اللي بيسحب هذا المخبز ما زالت الحكومة مستمرة بتقديم هذا الدعم لهذا الصنف من المخابز على الرغم من الكلف المالية العالية التي ترتب على خزينة الحكومة الأردنية اللي تفضل فيه الأخ مخالد كان هناك مطالب من الإخوان نقابة المخابز أن يتم تخفيض أسعار الطحين بمقدار 20 دينار لأنه كان هناك انخفاض في الطلب على الطحين بعد تغيير آلية الدعم أنا بحب أعطيه جملة من الحقائق والأرقام الحقيقية ونحن كوزارة صناعة وتجارة مسؤولين عن هذه الأرقام بداية عدد المخابز اللي أغلق فور التحرير كان عندنا ألفين مخبز أسبابهم ألفين مخبز هذول مسجلين وعندهم بطاقات صرف الطحين عندما تم الإعلان بتاريخ واحد اثنين أغلق عدد من المخابز فورا يعني بدون ما يجرب الآلية الجديدة طلعوا من السوق أصبح العدد بحدود ألف وسبعمية وواحد وستين ما في أسباب لا واضح الأسباب اللي هي تجارة بالطحين واضح الأسباب يعني دون ذكرها واضحة كان واحد يشتغل بآلية معينة الآن أصبحت هذه الآلية سعر واحد للطحين ما يجرب الآلية الجديدة فورا طلع من السوق الجزء الثاني خلال عام 2018 عندنا تقريبا مئة وتسعين مخبز تم إغلاقهم بس بالمقابل في مئة وواحد وعشرين مخبز تم منح موافقت على الرغم من يعني موافقة وزارة الصناعة والتجارة على طلب إخواننا وشركائنا من النقابة بإيقاف منح الترخيص للمخابز الجديدة لو لم يكن هناك ربح في هذا القطاع في المخابز لما وجدت طلبات لدى وزارة الصناعة والتجارة بفتح مخابز جديدة عدد هذه الطلبات تحديدا عدد طلبات بالمئات تقريبا ما تم منحه بالموافقات رسميا مئة وواحد وعشرين موافق مئة وواحد وعشرين مطالبة وبعد ذلك تم إغلاق هذا الباب الآن نأتي لموضوع الانخفاض اللي ذكروا فيه الإخوان من النقاب إحنا كوزار صناعة وتجارة مخولين من مجلس الوزراء أن نؤمن مخزون استراتيجي لهذه المادة الحيوية المخزون استراتيجي اللي بتوفر لدينا يكفي الأردن من مادة القمح لمدة سنة بمعنى آخر إذا من هذا التاريخ لكمان سنة من هذا التاريخ ما اشترينا قمح الحمد للرب العالمين لدينا مخزون يكفي لاستخدام المملكة لمدة موصر شهر نرجع للأرقام قبل التحرير قديش كنا نصرف قمح وقديش كنا نصرف طحين كنا نصرف شهريا تقريبا ثمانين ألف طن من القمح ثمانين ألف طن من القمح انخفض هذا الرقم إلى ثلاث وسبعين ألف شهريا كم النسبة؟ تسعة في المئة تسعة في المئة هذا النسبة اللي كنا بنحكي فيها هذا لأن نأتي للطحين الموحد طحين الموحد المصروف الشهري بالمعدل قبل التحرير كان ثمانين وخمسين ألف طن شهريا نزل إلى ستة واربعين ألف طن نسبة الانخفاض عشرين في المئة يعني كلها فيها نأتي معلش أخليناك نأتي للطحين الآخر اللي هو طحين الزيرو وهون أنا يعني بحب أني أنوه قديش نسبة الارتفاع في هذا الصنف من هذا الطحين هذا الطحين كان سابقا قبل التحرير طحين الزيرو لا يستخدم كان في الخبز كان يستخدم في الكعك وبعض أصناف الحلوية كان السحوبات الشهرية من هذا الصنف ألفين طون أخي حسين ارتفعت لتسعة ألاف طون نسبة الزيادة ثلاثمية وخمسين في المئة عندي رقم ثالث وأنا مسؤول مسؤول عن هذا الرقم عندنا مؤشر استخدام الخمير الخميرة تستخدم بكافة أنواع الخبز اللي بيتم إنتاجه من عند إخواننا وشركائنا في نقابة المخابز الخميرة معدل استخدامها شهريا كان خمسمية وخمسين طون بالشهر انخفض إلى خمسمية وعشرين طون نسبة الانخفاض تقريبا خمسة في المئة خمسة في المئة نعم فالأرقام اللي احنا منحكي فيها أمانة يعني هناك انخفاض هذا شيء احنا ما مننكره لكن الانخفاض اللي صار داخل السوق هو سوء الاستخدام والهدر اللي كان موجود أيام بتاعه الآن ما في خبز بنكب الحاويات القليل القليل من الخبز يباع كخبز يابس لمربي المواشر نعم بالعودة لمطالبة العشرين دينار نأتي للعشرين دينار برضو أنا بحب أعطي أرقام وبشكل واضح لما سعرت الحكومة أسعار الخبز في واحد اثنين الفين وطمانتعش حددنا سعر الخبز الكبير اثنين وثلاثين قرش والخبز اللي صغير اربعين قرش والخبز المشروح اللي يباع من قبل المخابز الحجرية خمسة وثلاثين وثبتنا سعر الطحين في ذلك الوقت في ذلك الوقت على ميتين واثنين وعشرين دينار أردن وسعر القمح في ذلك الوقت حتى نطلع بالمعادلة هاي نبيع هذا الخبز باثنين وثلاثين قرش ويربح فيه المخبز كان سعر القمح يباع للمطاحن ميت وسبع وسبعين دينار أردن سعر المحروقات في ذلك الوقت كان خمسمية وستين فلسل نعم الآن شو الوضع الآن بعد مرور سنة الطحين يباع بميتين وعشرة دينار أردني تقريبا يعني منحكي بمعدل انخفاض ماشر دينار القمح اضطرت الحكومة أن تخف السعر إلى مية وثمانية وستين حتى نحافظ على هذه النسبة لأنه التزمت الحكومة السابقة بأن لا يتم زيادة على أسعار الخبز حتى نهاية العام الأمر الثالث والأهم العنصر الرئيسي اللي بيدخل في تحديد هذا السعر اللي هو سعر المحروقات سعر المحروقات بواحد اثنين وسعر المحروقات الآن هو نفس السعر نعم سيد نفس السعر بس فيه انخفاض على أسعار الطحين المباع للمخابز بمقدار 12 دينار أردني سيد يوسف سنكمل النقاش لكن بعد هذا الفاصل إذن مشاهدينا فاصل قصير ونعود أهلا بكم من جديد إذن أنتقل الآن إلى نقيب أصحاب المخابز السيد عبدالله الحموي قبل الفاصل السيد أمين عام وزارة الصناعة وتجارة يوسف شمالي تحدث عن حقائق وتحدث عن مطلب 20 دينار ويبدو أن الحكومة لن تنظر فيه ما ردكم على هذه الحقائق وما استمعت إليه قبل الفاصل سيد شكرا لك أنا الحقيقة يعني إحنا رجعنا للماضي اللي كان لولا دور النقابة في تغيير آلية الدعم كان واقف مع الحكومة مع وزارة الصناعة وتجارة يمكن كان من الصعوبة أنه يمشي إحنا كنا معهم صارحين لأنه كنا نحن بنا نخلص من موضوع الطحين بهدر والطحين بينباع والطحين بينشره وهي أعطاك أرقام أنه الطحين تأكيد على أنه الطحين ما بهدر كان كان بينباع حقيقة أنه هذا الانخفاض اللي تم يعني موضوع أنه الكميات الطحين اللي نزل نحن عنا مش كله يعني بطل يؤكل نحن عنا بالقرى المحاوضات صاروا يجنب بيوتهم الناس يعني عنده فرن وعنده بيشتغل يعني صار يقل أكمل ريف ويشتغل صار فيه تقنين أنه ما ينكب الحاويات هذه مرحلة ثانية اثنين كان فيه مباع للغنم يعني كان أو للمواشي كان المخبذ عنده كلف ثابته وكان ثقر الطحين يعني إذا وباع اللي بيزيد عنده الفائد للغنم كان يشتغل عنده أربع عمال يشتغل إنتاجه مشان يطلق كلفته فبالتالي إذا ذات عنده شوال شوالين كان يبيعهم من الانتاج للغنم بس سيد عبدالله يعني كان هناك في تجارة بالطحين لا لا التجارة مثولية وذات صناعة التجارة هي المثولة عن الرقابة وكان عنده مراقب في المطحنة ما بيطلع الطحين إلا بأمره وكان بيدوره على المخابذ وكان اللي بقع بخالفه وبدفعه غرامات وكانوا معروفين يعني مش النسبة اللي منظل نعول عليها أنه هي كانت السبب والتأكيد على ذلك أنه نحن دعمنا هذا التغيير نحن كمخابذ دعمنا هذا التغيير والمخابذ كانت مع هذا التغيير إلا أنه بعد ما وضحت الرؤية أنه ما عاد يقدر يشتغل يغطي كلفته نحن كلفتنا ثابتة الكلفة ثابتة عنا والمنتج نزل لا بيقدر يشتغل زيان لأنه عليه طحين سعره غالي جدا وبالتالي ما رح يقدر أعود فبالتالي لما نزل عنده الانتاج ضع ربحه لأنه صار يحط لكلفته منه من جيبته يعني وهذا الحكي فاجأنا أنه ينزل الانتاج ثلاثين واربئين بالمئة وخمسين بالمئة فاجأنا إلا أنه عرفنا الأسباب أنه أول شيء انضباط الناس أنه الثار الغالي يعني صار يعرف قيمته للخبز وهذا حكي جيد والشغلة الثانية ما عاد يطلع للهدر للغنام أنا ما قلت لك كان يشتغل كميته كاملة إذا زاد عنده شوالين تأني ما تفرمع بلمهم بلمحة أطحينه فبالتالي منتجه كان كله يطلع كامل نعم سيد عبدالينا سأسر السؤال محروقات كان تسارب ستة وخمسين نحن وصل لتنين وستين ونصف نعم يعني ستة ورش كان سبع ورش يعني أي شيء أخذناه كنا نأخذه بدل فرق المحروقات بالمرحلة التي سبقت يعني فيهم ليرتين هيك تمريئة كان أما كان الفرق ما أخذنا إشي بفرق المحروقات هلأ موضوع أنه أنا بدي أسألك والسؤال واحد استسعيرها الحالية هل هي منصفة اللي وضعتها اللي تحدث فيها قبل شوي سيد يوسف الشمالي لا مش منصفة حتى من تاريخها ما كانت منصفة لأني أسألك لأنه نحن كان تغيير الفرق الكل في اللي بدأتصير عنا أن نحن تجارب بالسابقة كانت عشرة خمسات ومية قدمنا تقديم لأن كلفة كلفة معمولة من الثمانية والتسعين قدمنا فرق والسلامة هو مع لي وقعدوا يومين بعدين ردونا الجوان ستة وأربعين دينار ونص قلنا بدنا للتغيير حتى نكون ماشيين وصاطقين هذا الفرق حطينا على الكلفة وهم الأخوان مع لي وعطوفته رجعوا بعد الاجتماع يومين ثلاثة قبل قبل آلية التغيير قالوا نحن نعطيكم 30 أو 32 دينار مثل ما قال وهدونك من أجلها لمرحلة التقييم بعد شهرين نعم إذا صحيح انخفض إذا انتاج أو صار هذا فيه خلل نحن أخذناها خبرة هم أخذوها بأنه نحن بنا نجرب نعم سيد عبدالله أنتقل نعم أنتقل أنتقل الآن لا بس أعطيك الشغل الأخير هون الستة عشر دين الفرق هذا اللي ضل لو هذا أخذ في حينه نعم هذا مع تعديل هامش الربح هامش الربح 8% من سنة 98 على الكلفة التشغيلية وليس على كامل الإنتاج ما في قطاع يشتغله أما قطاع يصنع ويبيع مثل المخابز يقول له يظل 8% نعم كان هذا مطلب لو تم تعديل هذا أو تم هذا يمكن نعم مستطف نعم مستطف الفكرة سيد يوسف الشمالي يعني هل أنتم ظلمتم أصحاب المخابز ظلمنا أو قطاع المخابز أنا بداية بكرر شكري وتقديري واعتزازي بأصحابي المخابز اللي بيعملوا ليلا ونهار هذا واقع ما منقدر ننكره وهم شركاء حقيقيين لوزارة الصناعة وتجارة ونحن على تواصل بشكل مستمر سواء مع النقيب أو مع عضاء النقابة باجتماعات مستمر هل ظلمنا المخابز لا لم نظلم المخابز كيف ما ظلمتوهم أنا أعطيت بالأرقام وبرد عيد مرة ثانية وفيه جوانب أخرى لم أتحدث به طب السيد عبد الله الحماوي تحدث أنه التسعير أصلا غلط لا مو غلط التسعير لا التسعير حتى كانت أقل من 32 قرش وتسعير الخبز المشروح كانت أقل من 35 قرش وأعطيك بالدليل والبرها دي أرجع لتسعير القديم التسعير القديم كان 16 قرش الخبز الكبير والخبز المشروح كان بفرق قرشين يعني 18 قرش لما سعرنا الرقم اللي طلع معنا 39 حسب المعادلات اللي موجودة رفعنا إلى 32 قرش الخبز المشروح لأنه ما بنتج إلا هذا الصن كان مفروض يكون سعره 34 أعطيناك كمان قرش زيادة يعني 35 قرش الأمر الثالث استمرنا بدعم المخابز الحجرية والنصف ألي بغض النظر عن كميات صحوبات الأمر الرابع أنا أعطيت رقم وكنت أتمنى أنك تسأل عنه سحب الأصناف الأخرى وبالذات طحين الزيرو نعم زاد 350% من تاريخ تغيير آلية الدعم طحين الزيرو سابقا كان يباع بـ 260 دينار الآن لما سعرنا كان يباع 230 والآن يباع 220 وبالتالي فيه انخفاض بأصناف أخرى أصبح الاستخدام عليها بشكل كبير بس في عندكم يعني تحدث سيدا أكمل بس تحدث عن هناك في ضعف أيضا في آلية الرقابة لا لا الضعف غير موجود بس أكمل بالأمور الثانية مطالب النقابة هي مطالب مشروع منذ أن جلسنا في العام الماضي وأيضا جلساتنا المتتابعة هناك مجموعة من المطالب تم تحقيقها لنقابة أصحاب المخابس أذكر على سبيل المثال كان هناك شكوى أنه العامل اللي بيشتغل في المخبز يعامل بالتصريح على أنه صناعي بتم دفع 500 دينار على هذا التصريح كان مطلب أنه يعاملوه كالزراعة نزلنا 200 دينار يعني العامل اللي بيشتغل بالمخبز العامل الوافد تصريحه زيه زي الزراعة نزلنا إلى 200 دينار الأمر الآخر التعرفة لبعض أنواع المخابس كانت تعرفة تجاري نزلناها لتعرفة صناعي وهذا يعني يعني يحسب بالفرق بتقليل الكلف على أصحاب المخابس هناك مطالب لأصحاب المخابس وأنا بقولها على الهواء مباشرة يمكن تحقيقها بسهولة لكن مطلب 20 دينار مرة واحدة لكن لماذا لا يتم تنفيذها على أرض الواقع؟ أنا بحكي لك لماذا لا يتم تنفيذها لماذا؟ لما حررنا الأسعار بواحد اثنين الفين وثمانتاش معدل سعر شراء القمح كان ميتين وعشرة دولار للطون أسعار القمح هي بورصة تتغير كل يوم زادت الأسعار علينا من خمسين إلى ستين دولار لكل طون من القمح نعم هذا العبئ اللي ترتب على الحكومة وعلى وزارة الصناعة والتجارة حتى تحافظ الحكومة على نفس السعر اللي التزمت فيه للمواطن بالثلاث أصناف هي التي تحملت هذا الفرق لغاية هذا التاريخ ما تحملته الحكومة يعادل خمستاشر مليون دينار أردن لأن نأتي لمطلب إخواننا من أصحاب النقاب لعشرين دينار هذا كلفته عالي جداً على الخزين لما أنا بطالب بعشرين دينار على الطحين أنا بستهلك تقريباً تسعمائة ألف طون من القمح قبل ما أنه يكون طحين هذا الكلفة علينا بحدود خمسة وعشرين مليون دينار بحسب بسيط أسعار عام 2019 حسب تقديراتنا متوقع أن يكون هناك زيادة في الأسعار نعم سيد يوسف فهذه كلها في إضافية يعني لا يمكن الآن في الظرف الحالي نعم أن يتم تحقيقها لكن هناك بعض المطالب سيدنا مستمرين في اللقاء بذلك نعم سيد يوسف الشمالي أشكرك سيد عبدالله الحموي يعني سيد يوسف تحدث عن تعاون من قبل الحكومة مع أصحاب المخابز وهناك الكثير من المطالب تم حلها على أرض الواقع وين الخلل؟ سيد المطالب كانت بديل أما بعد ما طلعنا صار كل ما نقول يعني بداية ما صارت التحرير وبيّن انكشف الواقع يعني صارنا نطالب يعني نحن كنا معهم خفضنا تصريح خفضنا تصريح العمل مثل ما قال تحولت كهرباء الكهرباء تحولت المخابز الحجرية للصناعي إلا أنه ما عمبو في الغرض يعني يعني أحكي لك الكهرباء رفعوها يحدث ولا حرج الكهرباء أنت لما تقولي تعطيني فلس وفلس عم بتطلع بلاقي فاتورة عم بتزيد المخابز الآلية 2000 دينار و3000 دينار بالفترة حالية هناك تخفيض لهذه الأرض يا سيد لسا ما شفنا كل فواتيرنا عم تيجي مخابز صغيرة حتى صارغ فاتورة كهرباء عالية اللي هو مثل ما قلنا نزل إنتاجه هلأ موضوع أنه يعني أرجع على نفس المربع أنه كان في خلل وحين الزيرو ارتفع إنتاجه تأكد تمام في مخابز من شان يعرض سلعته صاري استعمل زيرو بذلك لأنه يعني يعني كنا مأكدين ونحن شرطنا أنه الزيرو يظل نثبت الفرق بينه وبين الطحين الموحد يكون عالي ما يكون عالي وهذه كانت خطبة جيدة زاد الطلب على طحين الزيرو لأنه حتى المخابز اللي بتشتغل وحتى البيوت صار بيأخذ لما بيعجن ببيت وليش يأخذ طحين الموحد طحين زيرو الفرق بسيط جدا فهذا الحكي لا يعز سيد عبدالله الحموي كيف تسببت السقوف السعرية التي حددتها الحكومة لخبز الكماج وخبز الطابون أو المشروح أو المنقوش أو الوردة يعني بخسائر لدى أصحاب المخابز خلال الفترة الماضية يعني التسعير كانت مش صح التسعير يعني بيقول أنه نحن حسبناها هم حساب الأرايا وليس حساب الصرايا هم حسبوا أنك بوجهة نظرك هذه التسعير ضال مكانتي أنه الانتاج الذي انخفض هو عن يحكي هو عن يحكي الآن أنه نحن يعني أول شيء يتعقب على بعض شغلتين أنه الآن نحن نسعرنا على الأساس أنه هذا المنتج كامل عندي أنا لما أشتغل بنقص عندي كمخبز آلي نينطون لما مخبز حجري ينزل إنتاجه لنص الكمية خمسين بالمية كلفته ثابته أجار محله موجود كهربته موجودة الفرن يظل شغال لأنه يظل حامي يصير يعجن شوال ووقف كلفته ثابته المشكلة يفهم أنه التصنيع أنك الكلفة إذا ثابته وإنت إنتاجك نزل أنت تقيم بتحط من جيبتك مخابز هذه الخلقة نحن مش جايين مثلا بدنا نغنى من وراء المطلب نحن بدنا ننصف القطاع هلأ ألفين مخبز آيمين هل معقول كلهم جايين بدهم يرجعوا للآلية أم بقول لك أنا أنصفني بدأ عيش أنا أولادي سيد عبدالله إذا ما في أكثر من طلب لمخابز جديدة الربح تمانية بالمية يعني الطون يطلع له 12 دينار يعني أنا بشتغل طون يطلع له 12 دينار والعامل يأخذ 20-25 دينار بالمخابز الحجرية أو المخابز كيف هذه صارت أنا بطالب منك عدلي نسبة الربح القطاع الصناعي يأخذ 10-15% على الكلفة الإجمالية القطاع التجاري يأخذ 15% أنا اللي بصنع وبيعك تعطيني 8% على كلفة التشغيلية فقط والله ما صارت في دولة بعدين أعطيك آخر شي شوف لسعر الخبز في بلاد المجاورة من لبنان فلسطين سوريا سابقا أبل هذا مصر الحر حر فيه سعر الخبز ليس أقل من 60 و70 سعر الطحين متشابه لنا سعر المحروقات مثلنا هم هؤلاء العوامل الإنتاج الربح يأتي لصاحب المخبز الذي يشتغل مثل ما قال عطفته ليل النهار وقاعد آمن على أمن الغذائي حارس عليه بالتلج بالحرب بالشتة والتزم أحكي لك أنا برفع له القبعة التزم بهذه الخسائر التي يتعرض لها التزم بكل المواقف التي صارت في البلد وظل بمخبزه بأوامر النقابة لا تعمل أي شيء إلا نحن أجيل ضربنا مصر التعليمات اللازمة لدعم الخبز في العام الحالي ما هي هذه التعليمات الجديدة تعليمات يعني أبرز ملامحها للتعليمات الجديدة للتعامل بالسنة الجديدة أخذنا القرارات وبلغنا إخواننا من أصحاب النقابة مستمرين يعني لدعم الخبز تحديدا مستمرين لأنا ما زلت بحكي عن نقابة مستمرين في دعم المخابز أخذنا تمديد بقرار من مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي بمعاملة العامل بتصريحه زراعي أخذنا تمديد بالقرار باستمرار الدعم بالأربع دنانير للمخابز الحجرية ونصف آلير وأيضاً بناء على طلب من إخواننا أصحاب النقابة وهي أخي أبو خالد موجود وانت سألت السؤال أكثر مرة ما جاوبك مدام هيك أنه فيه خسائر ليش العدد الهائل من الطلبات بتم تقديمه للوزارة وإحنا التزمنا بطلب المخابز سيد شمالي دعا السيد عبدالله الحماوي يجاوب على هذا السؤال يعني أنا سأتكلمه مقتين وانت ما جاوبت يعني فيه ارتفاع لا فيه طلب ما ذال المتثمر بيجي دائما على القطاع بس فيه رباح لا أحكي لك ما هي المشكلة صارت اللي أخذوها يبدأ يجب لك يجب ليهو اللي أخذ وليجأ يشتغل جاني على النقابة أنا لازم أدافع عنه ودخل على القطاع لما دخل يشترك بالنقابة يعني دخل على القطاع من دوما يعمل دراسة صاريشتي يقول لك مش هيك أنا مفكر لسه بيفكر ما هو لسه فيه ناس بتفكر أنه الخبز بيبيع وبيشتري هو دائما رأس المال بتوجه للي بتنباع يومي بأمانة الله اللي أكتريت اللي أخذ ورجعه هلأ بقول لك يا عمي هذا الربح مش موفي انت شو بتعمله يا نقابة أنا قلت هذه المرة قلت له هدول عم بيزيدوا أعباء علينا وعليكم أنه هو دخل أنه بيشتغلوا في الشمالي ردك على هذا أنا بحترم يعني الرد اللي بحكيه أبو خالد لكن على أرض الواقع فيه شيء مخالف لأنه أنا رئيس اللجنة أنا رئيس اللجنة المركزية داخل وزارة الصناعة والتجارة التي تنظر بالطلبات بكل جلسة بكل جلسة نجلسة يكون هناك سبعين إلى ثمانين طلب وعندنا عضو من النقابة بيشارك معنا بهذا الشيء لا يمكن حجم الطلب هذا من كافة أنحاء المملكة يعني من الشمال إلى الوسط إلى الجنوب مخابز آلية مخابز حجرية ونصف آلية هل يعقل أنه هذا الطلب لو أحد بيجي يعمل مشروع استثمار كبير مش عامل دراسة جدوى اقتصادية إله بيربح أو ما بيربح اثنين أي مواطن الآن بدخل على أي مخبز آلي هل يجد صنف الخبز فقط هناك العشرات من الأصناف موجودة داخل مخابز الآلية ليس فقط إنتاج الخبز هناك إنتاج أصناف أخرى وخاصة الآن يعني في موسم الشتاء العشرات من الأصناف اللي بيتم إنتاجها داخل مخابز من الحلويات وخبز الحمام وبعض أنواع الخبز الأخرى فأنا ما زلت مصر وإحنا يعني وافقنا على طلب النقابة أن نوقف استقدام طلبات إنشاء مخابز جديد هذا مطلب للنقاب لماتا؟ الإخوان طالبوا مننا لغاية ستة أشهر القديم كان لمدة ثلاث أشهر تم تجديد القرار وإن شاء الله لنا جلسة خلال هذا الأسبوع لكن لماذا تم تقديمه؟ أنا أعطيك الجوار أنه إحنا عندنا المخابز إغلاق ما بيغلق لأنه عنده كلف إجار محل واقف عم بيستنى بيع قلنا أن إحنا بتغلق ونما بيجي واحد يفتح مخبز بيشتري مخبز قل له هاي مخبز للبي لا نشتري بدك بمنطقة فلال فيه عندك هذا مخبز ليش تتكلف وتجي أنت مش بدك تدخل على القطاع بدك هاي مخبز موجود يعني معروضين للبيع هدول بس إذا وقف بثير خربان بيته أكتر يعني عندهم بيأخذ هلأ 120 دينار بتفق أجار المحل فعندنا مخابز معروضة للبيع هي كلمة الإغلاق إنه جاهز للبيع عندنا أكتر من 400-500 مخبز هو الحبل على الجرر أنا بحكي بأماني أمان بهذه محطتكم الزاهرة إنه الوضع بحكي لا ينتظر يعني يجب أن يكون هناك إنصاف لهذا القطاع هلأ بحكي عن لي فتحوا روح لفلة عن لي فتحوا شوف لي هم فتحوا اشتغلوا وما اشتغلوا لسه بيجهزوا ما بيأخذ الموافقة ولا بيستأجر لبعد ما يأخذ الموافقة لسه بيجهز يعني كلهم اللي دخلوا يمكن عشر أو خمسطاش وبيجوني بقولوا لي فيه إشي بدك تأمن أنت بارح دخلت ليش دخلت يعني سيد عبدالله ما فيه إنصاف ما فيه إنصاف طب أنا أنا مستعد أنا مستعد على الهواء مباشرة هاي أبو خالد بسمعني نعم إذا اللي تفضل فيه هناك مخابز معروضة للبيع ميتين ثلاثمية أربعمية ستمية عشرة خمسطاش أنا بتمن على النقاب أن تقوم بتزويد وزار الصناعة والتجارة والتموين بأسماء هذه المخابز لأنه ما زالت هناك طلبات قيد النظر قبل صدور القرار منشان اللجنة تعرض عليهم وتقولوا هاي فيه مخبز معروض للبيع يا أبو ما تعطي المواصل أنا بتمنى هاي على الهواء أبو خالد ما بقدر أعطيك ما بيعطيني صاحب المخبز بأجتماعنا القادم بترجع بحرموني من 120 دينار بحرموني منهم بخاف المكاثر أنا بترجعك أبو خالد على الهواء مباشرة في اجتماعنا القادم ما بقدر هو ما بقدر أقول بالمخابز المعروضة للبيع وتعرضوا كمان بكرة من 120 دينار طب كيف أعطي 120 دينار هو جالف معقول أعطي دعم لواحد ما بيشتني في مخابز معروضة للبيع ومشتن ثارب هو يبعثوا لعندي أنا حكيت له يا سيدي أنا ما عندي مشكلة منفعل خير سيدي لا ما بتصير لأنه هذا بتقول له أبو كرة ودي إثمه بكرة أتبهد المعلم لا لكن هي يعني ممكن أنا ساعدك أنا ساعدك أنا ساعدك لا يا سيدي اللي بيجي عنده بديفتح بمنطقة زيد يقول له هاي النقابة إذا رفضت أرجيك مخابز بيجي ما برد علي بدي كشف عندي لنجمة طب سيد يوسف الشمال يعني ليش ما في تعاون بين النقابة وبيننا كيف نفعل في هذا الموضوع خصوصا في تعاون يعني من قطع النظير نحن على اتصال بشكل مستمر مع النقابة يعني قبل ما تعطوا أنا بقول لك معلش التعليمات اللي موجودة عنا هناك عضو من النقابة بشارك في هذه النشرة نعم إلزامي بالقانون سيد يوسف سيد عبدالله الحموي نعود للنقاش لكن مشاهدين بعد هذا الفاصل القصير أهلا بكم مشاهدينا من جديد إذن وبالعودة إلى النقاش سيد يوسف الشمال يعني كم رصدت الحكومة لدعم الخبز في هذا العام من شبكة الأمان الاجتماعي في مشروع الموازنة أهلا في مشروع موازنة عام 2019 ما تم رصده لشبكة الأمان الاجتماعي حوالي 175 مليون دينار أردني في العام الماضي كان تم 171 مليون تم رصده لشبكة الأمان الاجتماعي كان جزء منها تقديم الدعم النقدي للمواطن الأردني بالآليات التي تم تقديمها بشكل سلس بشكل بسيط يعني ما كان هناك أي شكاو من قبل المواطن الأردنيين باستلام قيمة الدعم النقدي نتيجة تغيير ألي الدعم أسعار الخبز نعم سيد يوسف هناك حديث عن أنباء تحدثت عن آلية جديدة لتوزيع هذا الدعم يعني كان هناك بيان صادر بالأمس من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لأنه هي الجهة المعنية من الجهات الحكومية بهذا الشأن لغاية هذا التاريخ لحين إقرار الموازنة سيتم التنسيب إلى مجلس الوزراء لإتخاذ القرار المناسب بتحديد آلية تقديم الدعم كما تم في العام السابق أو في العام السابق يعني هل هناك احتمالية لرفة النسب؟ لا أعلم حقيقة هناك لجنة وزارية مشكلة من قبل مجلس الوزراء الآن لا تستطيع أن تأخذ قرار إلا حين الانتهاء من مناقشة الموازنة انتهت في مجلس النواب في الأسبوع الماضي الآن ستعرض على مجلس الأعيان ومن ثم تصادق بالإرادة الملكية السامية بعد ذلك سيتم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من اللجنة الوزرية المشكلة لهذا الشأن في آلية تقديم الدعم للمواطن الأردني بالمبالغ بآلية التقدم سواء كانت حسب الموقع الإلكتروني اللي تم استخدامه في العام الماضي بس يعني موضوع ضريبة الدخل لعب دور بهذه الآلية الجديدة سيكون صح؟ دا ما له علاقة بس يدائر ضريبة الدخل والمبيعات هي الجهة المعينة من الجهات الحكومية لهذا الغرض نعم نعم أنتقل الآن إلى السيد عبدالإله الحمى وسيد عبدالإله يعني من يتحمل مسؤولية ما وصلت إليه الآن حالة المخابس في الأورطان تدرسنا وتجانا لما أنطفتهم مش وفر 180 مليون كان الدعم وأيو بقول عندي 171 يعني أنا بشك برقم 25 مليون هذا اللي بفرق العشرين دينار وللأمانية هذا مش مطلب المخابس فرق العشرين دينار هو أهم مطلب أهم مطلب أنه الآن المخابس مش راضة فيه النخابة تحملت مثل العام تحملت هذه المسؤولية وهيني بحكيها المخابس بدأ أكتر بس نحن قلنا إن أردت أن تطاع فأطلب مستطاع لما أنت بتقولي 25 مليون أنا بشك بهذا رغم مش كثير على قطاع وفر لك 180 مليون كنت تدفعهم دعم يعني تلك شو هو اللي بأمن السلعة بتقولي الأمح بصير حقه 560 تدفع له فوري طب هذا اللي بيشتغله بطعمه للناس ليش ما تعطيه نصفه اللي ماسك لك المال شبه ولا بيحرمك ياه شبه وعب سهران ليالي بدي يعيشه أولاده وعماله نحن نقول وكوفر علينا كل ما عيشنا بإننا نسجة وبتزيد علينا أنا بدي نرتاح نحن وإياك هذا فطاع بدي رايحك خلينا نعطيه نطلع من هذا الطابق فالنه السنة نستنى والتذمنا معاكم نحن نقرب التذمنا وظلينا متحملين إنه نحن وافقنا لـ 31-12 الآن مرأة 31-12 بأمانة يجب أن هذا القطاع يحترم مدام التذم وتحمل خسائر خلال الفترة ينصف الآن نعم سيد عبدالله يعني بصراحة هناك شكابة من تردي أنواع الخبز ما تقييمكم نحن النقابة دائما نستقبل أي شكوى على أي مخبز نحن ما بنقول بشكل عام شكوى رغيفنا مشهور ومعروف ومفتخر فيه إذا فيه مخابز معينة أتمنى على كل مواطن بأي منطقة بالمملكة يتصل فينا بالنقابة نحن منعالجها مع المخبز بشقين شق إذا كان هو مثل اللي بفتحه وهلأ ما بكونش عنده خبرة وبركين على أنه مندله كيف الطريقة منعلمه أنه شو السبب يعني هذا الحقيق وإذا كان ما التذم إذا كان فيه استهتار نحن يعني متعاوني نحن وزارة صناعة والتجارة والرقابة بتابقوا معنا ومنتابع معاهم بتحمل مسؤولة بس للأول نفهم شو الخلل اللي بيكون بإيش إلا أنه كتير بيجينا تليفونات وبيرجعوا بشكروا المواطن بقول فعلا تحس بيكون يعني مغشين بالمهنة ما بيعرف ما ندله يعني بصراحة هل هناك توجه للتصعيد مع الحكومة في حال لم يتم الرد على مطالبك هذه الحكومة مين نحن كل ياتنا الحكومة كل ياتنا نحن مع الحكومة بس هي الحكومة تنصف تكون عادلة يعني بدها تعطي هذا القطاع وتقدل نحن التصعيد لش نصرع نحن نطالب حقوق إذا نحن الآن هل يؤقل أنه كل المخابز الآن بكل المملكة آيمة على أساس أنه هل يؤقل أنه فيه يعني فيه مبالغة في المملكة يعني مش شايف فيه مبالغة يعني الثانية حملنا يعني يساعدون أنت وزار صناعة وتجارة يساعدون أنه نطلع نحن وياكم نعم 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 أنا بقول أنه نحن الهدف الهدف نصاف قطاع مثل ما ألفين مخبض هدول ما زالوا نعم وصلت الفكرة سيدة عبيره ما بدنا يهم يعيش حياة كريمة في جواب نهائي هل ستقدمون لهم العشرين دينار وإحنا دائما يعني نحب أن ننصف هذا القطاع الحيوي والقطاع الحام كما ذكرت في بداية الحلقة وبهمنا ديمومة المخابز مطلب العشرين دينار وبهمنا يكونوا مبسوطين من تاريخ التحرير اللي تم بواحد اثنين لغاية هذا التاريخ ما تم تقديمه ما تم تقديمه حوالي 12 لكن أنا بقولها أمام النقيب وأمام زملائه من النقاب نعم للأسف الباب مفتوح هناك لقاء خلال أمن أسبوع إذن أمين عام وزارة الصناعة وتجارة سيد يوسف الشمالي شكرا جزيلا لك ونقيب أصحاب المخابز السيد عبدالله الحمو شكرا جزيلا لك وشكرا لكم مشاهدينا الحلقة انتهت شكرا لكم ودمتم في أمان الله شكرا لكم اشتركوا في القناة شكرا لكم